طيب أروح بقى معك لكرة العالمية والمحمد صلاح الإسبوع اللي فات والإحنا فيه ده كله كرة عالمية بزرط استمتعنا أنا عارف أنك عايزت تكلم على بارن مينوح بريسان جيرموبس خليني أروح بس لمحمد صلاح وأقول لحضراتكم أن محمد صلاح تواجد في التشكيل الأعلى في القيمة الملاف كرة القدم العالمية وده وفقا لآخر تحديثات قيمة اللعبين من موقع ترانسفير ماركت العالمي محمد صلاح في التشكيل ده كأغلى جناح أيمن في كرة القدم العالمية بقيمة 99 مليون جنيه استرليني يعني سجل محمد صلاح الحقيقة للرادز 27 هدف 42 مباراة بس في كل المسابقات في الموسم الحالي مين كمان في القيمة الثنائي كليانين بابي نجم باريسان جيرماء وهاريكين مهاجم توتنام دول بيتصدروا تشكيل الأعلى في القيمة الملاف كرة القدم العالمية في الوقت الحالي بتبلغ قيمة اللعب الفرنسي 144 مليون جنيه استرليني لكن قيمة هاريكين 108 مليون جنيه استرليني وجه التشكيل الأعلى في القيمة المالية على النحو التالي في حراسة المرمى من أتلاتيكو مدريد ب81 مليون جنيه استرليني خط الدفاع طبعاً أليكزاندر أرنولد من ليفر بول 90 مليون وفان دايك طبعاً ليفر بول 63 مليون وديلخت من يوفنتوس 67.5 مليون ألفونسو ديفيس بارن ميونخ 67.5 مليون جنيه استرليني خط الوسط محمد صلاح طبعاً ليفر بول 99 مليون دي بروينا منشستر سيتي 90 مليون بروينا فرناندز منشستر يونيتد 81 مليون نيمار باريس سان جرما 99 مليون جنيه استرليني خط الهجوم كليان إمبابي باريس سان جرما 144 مليون هاريكين من توتنام 108 مليون جنيه استرليني رأيك في القائمة دي بسرعة؟ إلى حد كبير 70-80% تتفق معها طبعاً يعني أنا أبلغك واحد من أهم الحراس على مستوى العالم حارس طبعاً أتلالك ومدريد لكن بتهالي ناير وبصرف النظر عن ماطش الأخير بتاع البيرن لكن أنا بشوف أن ناير يمكن يكون أفضل حارس على مستوى العالم وده يمكن يكون عليه فيه إجماع كبير جداً ألفونسو ديفيز مفيش خلاف عليه أنه حد كده طلع من حيثه لا ندري ولا نحتسب والحقيقة أنه يستحق يكون أفضل باك شمال في العالم كله وشوف بس أنه خط الهجوم طبعاً إمبابي وصلاح وهالي كان يعني ما حدش يختلف أن هم من أفضل ثلاث لعابين في العالم لكن ما أقدرش أنك إن فيه لعابة زي مثلاً يواندوفسكي زي جيدن سانشو زي كومن وجنابري في البيرن وغيرهم الحقيقة من اللعابين عشان كده يعني تفقت معها 70-80% أبو صلاح طبعاً يهمني يكون في القائمة دي بروين طبعاً بشوف أفضل لعب خط نص في العالم هيكون بالمناسبة معنا كلام كتير جداً عن الكرة الإيطالية في الفيديو كونفرنس مع صار النهاردة هيكون عندنا كلام على الكلاسيكو النهاردة الريال والبرسا وهيكون عندنا كلام على جولة الانتقام الشامبينزيج الأسبوع ده الحقيقة مطشط من العرل ناري يعني كلهم نهايات مبكرة بس خليني نروح لفاصل ونرجع تانية حضراتكم على طول